اليوسفي او الكلمانتينا او الاستفاندي هنشوف ازاي نخزنه بدون فريزر لمدة سنة كاملة متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة معانا 2 كيلو من الاستفاندي او الكلمانتينا هنقشروا كله ممكن الاستفاندي الصغير ده وممكن الكبير عادي خالص اي نوع ينفع في الطريقة دي وكمان هنشيل كل الاجزاء اللي بيضل فيه على قد ما نقدر خالص نشيلها انا عشرت كده كل الكمية اللي هما اتنين كيلو هحتاج ليهم اربع بطرمانات زجاج يفضل ان هي تكون زجاج البطرمان نضيف مغسول بمية سخنة وناشف تماما من المية هرص فيه الاستفاندي او الكلمانتينا ممكن ادخلها كده بايدي وممكن استخدم اللي هي المساكة اللي زي دي هاملة كده البطرمان بالاستفاندي بس ما اضغطوش انا حتاجت للاتنين كيلو استفاندي اربع بطرمانات حسب طبعا حجم البطرمان اللي انتو مستخدمينه كده خلاص انا مليت كل البطرمانات هاجيب مية مغلية واملة البطرمانات بالمية بعد كده هغطي البطرمانات بالاغطية بتاعتها هحطها بس يعني الغطة مش مقفول هو بس مجرد محتوط فوق البطرمان فقط وهسيبهم لمدة ربع ساعة بعد ربع ساعة هاجيب حلة وهصف المية من اللي استفاندي في الحلة بعد كده هضيف على المية دي عود ارفة خشب وكمان كوباية سكر والكوباية حجمها مية وخمسين ملي وهقلب السكر مع المية بعد كده احط الحلة على النار واول ما تغلي اسبها دقيقتين بعد كده اشيلها من على النار بعد كده اشيل عود الارفة من المية وارجع اعب المية تاني في البطرمانات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم المية تغطي اللي استفاندي بعد كده اغطي البطرمانات بالاغطية بتاعتها واقفلها كويس وطريقة القفل الصحيحة للبطرمانات اننا نمسك الغطى بادينا ونرجع الغطى عكس اتجاه القفل مرتين بعد كده نقفله جامد جدا بيكون مقفول جامد جدا زي طريقة المصانع بالزبط بعد ما نقفل البطرمانات كويس جدا نجيب فوطة ونفردها ونحط البطرمانات عليها ونغطي البطرمانات بالفوطة دي كويس جدا بعد كده نسيب الاستفاندي يبرد تماما وكده خلاص خلصنا بعد كده نحفظه في التلاجة لحين الاستخدام ممكن يقعد معانا لمدة سنة كاملة في التلاجة بدون فريزر ولو ما عندكوش مكان في التلاجة فاضوه في اكياس ودخلوه الفريزر ينفع جدا يتعمل عصير وينفع يتاكل زي ما هو كده جربوه طعم الاستفاندي بالطريقة دي احسن من طعمه وهو طازة يعني بعد كده ممكن ناكل استفاندي في الصيف زي ما احنا عايزين وكمان بطعم احلى اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم اشتركوا في القناة